في مين قال باي باي ومين مكمل معنا الموسم اللي جاي طيب نروح للمؤتمر الصحفي اللي عقادته ربطة الأندية مبارح فيما يتعلق بشكل أو تصور الربطة للدوري في نسخته الجديدة النسخة ان شاء الله اللي هتبدأ موسم 23-24 ومبارح يمكن شوفنا الحقيقة طبعا ده جزء من الحفل اللي أقيم في العاصمة الإدارية وتم العالم فيها عن كتير من التفاصيل منها التصميم خدوا بالحضراتكم عشان النهاردة السوشال ميديا مقلوبة رأسا على عقب على تصميم درع الدوري الجديد اللي تم الإعلان عنه وناس كتير جدا أشارت لفكرة أنه في خطأ تاريخي طبعا ده درع الدوري أو صورة مقربة لتصور أو تصميم درع الدوري الجديد Egyptian Premier League في شكله الجديد أنا طبعا ما شفتش غير الدرع ده ما عرفش قبل الدرع الحالي يعني الدرع اللي هتسلم السندي البطل الدوري هل كان فيه درع تاني قبل كده ولا هو ده الدرع من ساعة لما فكرنا نعمل بطولة الدوري لكن ده الدرع في نسخته الجديدة بس احنا متكلم على مجرد تصميم لأنه طبعا فيه غلطة هنا هي غلطة تقول عليها مطبعية Established 1984 بدأ أو يعني تأسس في 1984 ودي بس مجرد غلطة مطبعية غلطة في التصميم الدرع نفسه لم يتم البدء في التصميم فيه بعد وبالتأكيد هيتم مراعاة أنه الرقم يتم تعديله عشان يكون 1948 بدلا من 1984 دي صور مجمعة وده شكل الدوري اللي تم الإعلان طبعا عن رعاية شركة النيل لي والمفترض أن الرعاية دي هتستمر لمدة 3 سنوات 3 مواسم وهيسمى بداية من نسخة المقبلة بدوري النيل وطبعا تم الإعلان كمان عن شكل الكرة جزء مجهود يعني يشكر عليه الحقيقة القائمين على ربطة الأندية اللي بيحاولوا جاهدين حتى وإن كانت بمحاولات بسيطة لكن كنا مفتقدينها سواء فيما يتعلق بشكل تقديم البطولة في نسختها الجديدة أو حتى فيما يتعلق بالهواية البصرية اللي أعتقد أنها يعني ده مش رأيي أنا الشخصي لكن شفت أن الناس كثيرة جدا نراضي عن شكل الهواية البصرية وبالمناسبة الهواية البصرية مش هنستنى لموسم اللي جاي اللي تم الإعلان عنه أنه بداية من المطش الأهلي والزمالك هتشوفوا شكل مشابه شوية للبريمير ليك في إنجلترا شكل الجرافيكس شكل تقديم اللاعبين شكل الشاشة شكل التشكيل التغييرات اللي بتحصل أثناء المباراة الفواصل اللي بتحصل أثناء إعادة الأهداف أو أثناء توقف المباراة كل ده اتعمل وتجمع في شكل هواية بصرية حاسبكم تشوفوها للي ما شفهاش وأعتقد أنها نقلة على مستوى الصورة نتمنى أنها تكمل بقى بصورة المباراة نفسها البس التلفزيوني أو النقلة التلفزيوني للمباراة كلها واللي هينعاكس كمان مش بس على متعة المشاهد لكن على جودة قيام الفار بمهام عمله نشوف الهواية البصرية للدولي اللي هتبدأ من المطش الأهلي والزمالك ونرجع لحضراتكم في السادسة